الكثير من المسلمين والكثير من السياسيين يستخدمون حجة غريبة في الاستدلال على كون داعش ليست جماعة إسلامية دليلهم أن داعش قتلت من المسلمين أكثر من غيرهم وبما أن داعش أغلب ضحاياها من المسلمين فإنها حتما ليست جماعة إسلامية لأن المسلم لا يقتل المسلم هذا هو منطقهم وسأرد على هذا الدليل في أربع نقطة أولا من الذي قال بأن الذين قتلتهم داعش هم مسلمون مسلمون بالنسبة لمن داعش قتلت الشيعة مثلا هل الشيعة مسلمون في نظر السنة لا الشيعة ليسوا مسلمين في نظر السنة داعش قتلت الذين يحاربون إلى جانب النظام العراقي وإلى جانب النظام السوري هل هؤلاء مسلمون في نظر داعش لا هم مرتدون لأنهم يقاتلون الدول الإسلامية ويساندون أنظمة شيعية العلويون شيعة ونظام العراقي محسوب على الشيعة أيضا المسلمون يكفرون بعضهم البعض لا يتفقون أن كل من يطلق على نفسه اسم مسلم هو مسلم في الحقيقة فالسنة يكفرون الشيعة والشيعة يكفرون السنة والأحمدية يعتبرون السنة والشيعة ليسوا بمسلمين حقيقيين والسنة والشيعة يعتبرون الأحمدية كفارا وليسوا بمسلمين وهكذا فليس كل مسلم هو مسلم في نظر المسلم وبالتالي في نظر داعش هي لا تقتل مسلمين بل تقتل كفار إذا كانوا مسلمين في نظركم فهم غير مسلمين في نظر داعش ثانيا دعوني أخذ منطقهم وأسأل هذا السؤال هل كل من قتل مسلمين هو غير مسلم إذا كان الجواب لا ذهبت حجتهم وإذا كان نعم فالسعودية مثلا تقتل الحوثيين اليوم في اليمن كل ضحايا السعودية هم مسلمون وبناء على نفس المنطق السعودية ليست بلدا إسلاميا إذن في الحرب العراقية الإيرانية كل ضحايا العراق كانوا مسلمين وكل ضحايا إيران كانوا مسلمين إذن العراق ليس بلدا إسلاميا وإيران ليست بلدا إسلاميا كل ضحايا الجماعات الإسلامية التي تقاتل الآن في سوريا هم مسلمون ضحايا ما يطلقون عليه المعارضة المعتدلة هم من المسلمين إذن المعارضة المعتدلة ليست إسلامية العراق هجم على الكويت واحتلها في التسعينات ضحاياه كانوا كلهم مسلمين إذن العراق ليس بلدا إسلاميا وهكذا لو اتبعنا منطق هؤلاء لصار كل العالم الإسلامي ليس مسلم لأن الكثير من البلدان الإسلامية تورطت في حروب ضد مسلمين آخرين إذن لا يمكن القول أن كل من قاتل مسلمين هو ليس بمسلم لأن كل واحد من هؤلاء يعتبر الآخر غير مسلم إسلاما حقيقيا وبالتالي يعطي لنفسه الحق في قتاله ثالثا سأخذ مثالا أكثر إحراجا لهؤلاء وهو في الحقيقة ضرب القاضية لمنطقهم حروب الردة كانت ضد مسلمين أبو بكر الخليفة الأول للمسلمين الصديق الوفي لمحمد وسهره وأحد أهم رموز الإسلام على الإطلاع والذي سمى البغدادي اسمه عليه أبو بكر البغدادي لكي يكون شبيها به ومقتديا به في أفعاله أبو بكر الخليفة الأول لمحمد قام بحرب على مسلمين كانوا يصلون ويشهدون الشهادة الإسلامية ويقومون بكل الفرائد الإسلامية كانوا مسلمين في نظر أنفسهم لكنهم توقفوا عن شيء واحد عن دفع الزكاة للخليفة الجديد بعد وفاة محمد شيء واحد فقط لم يقوموا به في الإسلام وهو الزكاة واعتبرهم أبو بكر كفارا وقاتلهم وقتل منهم الآلاف وأجبرهم بالسيف على الخضوع له وسماها المسلمون حروب الردة يعني حرب لقتال المرتدين عن الإسلام مسلمون لم يعودوا مسلمين لو كان أوباما وقت أبي بكر ولو كان شيخ الأزهر ولو كان هؤلاء المدافعون اليوم عن الإسلام لقالوا أبو بكر قتل مسلمين أكثر مما قتل من غيرهم وبالتالي هو ليس مسلما لأن كل ضحايا حروبه مسلمون لكن أبو بكر سيقول لهم هؤلاء مسلمون في نظركم أنتم لكنهم في نظري أنا ليس بمسلمين أقاتلهم حتى يستسلموا لي ولو ماتوا كلهم لا يهمني لأنهم كفار مرتدون وبالتالي داعش ينطبق عليها ما ينطبق على حروب الردة حروب أبي بكر فإن كان مقاتل داعش ليسوا بمسلمين فأبو بكر خليفة المسلمين لم يكن مسلما هو الآخر وللجيوش التي شاركت معه وللصحابة الذين وافقوا على حروبه مثل عمر بن الخطة رابعا لو عكسنا المنطق الآن إذا كان أغلب ضحايا داعش مسلمون فكل أعضاء داعش مسلمون وليس أغلبهم فقط مئة في المئة من أعضاء داعش مسلمون وبالتالي داعش جماع إسلامية إذا كانت هناك جمعية كل أعضائها مسلمون يقولون أنهم أنشاؤوها لخدمة الإسلام متدينون جدا يصلون يصومون يطبقون كل شيء يطلبهم منهم الإسلام يقولون أن حروبهم هي بإسبب الإسلام ولأجل الإسلام فمن الذي يملك الحق أن ينزع عن هذه الجمعية صفة الإسلام حتى الأزهر لم يستطع تكفير داعش وإخراجهم من ملة الإسلام فهل صار السياسيون أكثر إسلاما من الأزهر نفسه؟ إذن بالمنطق داعش جماعة إرهابية إسلامية حتى لو قتلت أناسا محسوبين على الإسلام داعش تطبق ما فعله أكبر خليفة في الإسلام أبو بكر داعش جماعة إسلامية لأن كل أعضائها مسلمون يستشهدون بالآيات والأحاديث يقتدون بمحمد وأصحابه يضحون بأنفسهم في سبيل عقائدهم لا يوجد أي منطق يستطيع أن ينزع عنهم صفة الإسلام إلا من يريد أن يدافع عن الإسلام ويبرأ ساحته حتى لو كان دفاعه ضد المنطق داعش إسلامية حتى النخاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر